هذا وصدر بيان مشترك بمناسبة زيارة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للمملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصه في إطار ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقيادتهم حفظهم الله وشعبيهم الشقيقين من روابط أخوية تاريخية متأصلة وعلاقات راسخة بينهما وأواصر القربة والمصير المشترك قام حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الموافق للثاني من مارس 2022 التقى خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله وفي جو سادته روح المودة والإخاء والذي يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين عقدت جلسة مباحثات رسمية بين قيادتي البلدين حفظهم الله بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله تم خلالها استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين مشهدين من مستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة كما تم بحث سبل تطويرها وتنمياتها في كافة المجالات بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما تناول حفظهم الله مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم مؤكدين على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكد الجانبان خلالها على مضامين إعلان العلا الصادر في الخامس من يناير لعام 2021 والذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة بما في ذلك استكمال مقاومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف والإسراع في العمل الثنائي بين دول المجلس لإزالة كافة الأمور العالقة بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول مجلس ووحدة الصف بين أعضائه وبشان العلاقات الثنائية والجهال جانبان بسرعة تنفيذ مشروع جسر الملك حمد الذي سيربط المملكتين والذي سيشكل علامة بارزة وإضافة مميزة في تاريخ العلاقات البحرينية السعودية والضاربة في جذور وعماق التاريخ امتدادا لجسور المحبة والمودة والأخوة والتواصل بين أبناء الشعبين الشقيقين وأشهد الجانبان بالنتائج المتميزة للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد في مملكة البحرين في العاشر من ديسمبر عام 2021 برئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وما نتج عنهم من إطلاق عدد من المبادرات السياسية والعسكرية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بما يسهم في تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجال الأمني والعسكري أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين مؤكدين استمرار تعزيز التعاون المشترك بينهما في هذا المجال فقد وجه القيادتان حفظهم الله على أهمية استمرار العمل على تطوير التعاون العسكري المشترك وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين والتكامل بين الأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الأمن وردعا لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلدين وأكد الطرفان على خطورة تنامي قدرات الجماعات الإرهابية بشكل عام في المنطقة وتهريب إيران للقدرات الصاروخية والمسيرات لهذه الجماعات من أجل استهداف دول المنطقة وفي مجالي الطاقة والتغير المناخي أشهد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبيك بلاس الرمية إلى استقرار أسواق البترول العالمية كما أكد على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبيك بلاس ورحب الجانبان بالتعاون في قطاع البترول والغاز وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال واتفق على التعاون في الإنتاج المشترك للنفط والغاز والتأكيد على أهمية الاستمار المشترك في مجال الطاقة بجميع أنواعها كما اتفق على تعزيز سبل التعاون حول السياسات المناخ الدولية والعمل على أن ترتكز على الإنبعاثات وليس المصادر من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه للإسهام في معالجة الإنبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً إضافة إلى التعاون في مجال الهايدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهايدروجين كما عرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتقنية النظيفة للموارد الهايدرو كربونية وتطوير المشروعات ذات العلاقة في هذه المجالات للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً وأكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية والاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في مشروعات قطاعات الطاقة والتعاون على تحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها وفي هذا الشأن الاقتصادي والتجاري أكد الجانبان عزمهما على رفع وطيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص واستمرار تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية وإقامة مشروعات اقتصادية في البلدين تخدم رؤيتين 20-30 للمملكتين وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين كما أكد على أهمية تمكين القطاع الخاص ودفعه لاستغلال ما تسخر به البلدين الشقيقين من فرص متاحة وأمكانات متنوعة والعمل على تطوير الكوادر البشرية لا سيما في مجالات الصناعات المشتركة بين الجانبين ومشاريع استيراد المواد اللازمة لأعمال البنية التحتية والتجارة البيئية والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات التعليمية والصحية وتعزيز التعاون وفي مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية أكد الجانبان على أهمية براز الصورة الإيجابية لكل البلدين وتعزيز وتطوير التعاون في هذه المجالات بما يسهم في ترسيخ وتعزيز العمل المشترك كما استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ومشددين على مواصلة دعمهما لتحقيق كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم وهمية التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعرب الجانبان عن تطابق وجهة نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يقوم على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته وسيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وإدانة استمرار استهداف ميليشيات الحوث الإرهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ورحب الجانبان باعتماد مجلس الأمن قرارا بتجديد نظام العقوبات على اليمن وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية للمرة الأولى وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن وفرض حظر الأسلحة عليهم ومقدرين في الوقت ذاته الدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وفي الشأن العراقي عربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مؤصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية أما في الشأن اللبناني فقد أكد الجانبان على حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وعلى أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية وأن لا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاظنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي سواء من خلال وسائل الإعلام والندوات وغيرها وأن لا يكون أيضا مصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات وفيما يخص الأزمة السورية شدد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254 ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وأكدا على وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وعلى ضرورة دعم الجهود الدولية الإنسانية في سوريا وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان أشار الجانبان إلى استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان متمنين للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار وبشأن الملف النووي الإيراني أكدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار ويطالبان في هذا الشان الأطراف المعنية بمراعاة مصالح جميع دول المنطقة وأمنها واستقرارها وفي الشان الليبي أعرب الجانبان عن أهمية الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة كما أكدا على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا وفيما يتعلق بأفغانستان أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم استماح بوجود ملاذ آمن للإرهابيين والمتطرفين فيها وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة وعبر عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان منوهين بمبادرة المملكة العربية السعودية في الدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر 2021 في إسلام باد وما صدر عنه من قرارات مهمة تهدف للاستقرار والتنمية في أفغانستان كما أكد عزمهما على تعزيز التعاون تجاه كافة القضايا السياسية وبلورت مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاءة طورات والمستجدات في كافة المحافلة الثنائية والمتعددة للأطراف بما يصهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين وشعبيهما والشعوب المنطقة والعالم أجمع وفي ختام الزيارة عبر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وكرم اللقاء خلال إقامتهم ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية كما عرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود ملك المملكة العربية السعودية عن أطيب تمنياته لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وللشعب البحريني الشقيق توام التقدم والازدهار